ورحمة الله وبركاته حبيبي في كل مكان معكم مسعبير خطاب النهاردة ان شاء الله مع بعض هنشوف اول خطوات في تأسيس الجرامر تعالوا نشوف انا عندي طفلي خلاص خلاصت مع فوناتكس وبقى يعرف يقرأ كلمتي يعني الى حد ما كويس عايزة بقى دلوقتي اعلمه ازاي يعمل جمل بالانجليش وازاي يفهم القواعد بتاعت الانجليش الاول هقوله احنا دلوقتي هندرس الجرامر اللي هو قواعد اللغة الانجليزية اول قواعدة عايزيني اعرف عن اي جملة في الانجليش بتبدأ لازم بفاعل والفاعل ده اسمه سبجيكت وبعد الفاعل ده على طول لازم يجيني فيرب اللي هو فاعل يبقى دي اول حاجة انا هفهمها كده الابني ان انا الجملة بتاعتها هتبدأ بفاعل اللي هو هيكون انسان او حد بيعمل حاجة زي كده بالعرب نقول انا باكل ماما بتطبخ بابا بيشتغل اخويا بيعيط يبقى فيه بني ادم او شخص او حد او شيء بيعمل حاجة في حاجة بتتعمل يبقى فاعل اللي هو السبجيكت وفيرب اللي هو الفاعل ولازم ده يكون رقم وان ولازم ده يكون رقم تو لازم اي جملة في الانجلش تبدأ بسابجيكت فاعل بعد الفاعل ده لازم لازم رقم تو يجي الفيرب اللي هو الفاعل الحاجة اللي بتتعمل يبقى حد بيعمل حاجة بروحه كده حد بيعمل حاجة طيب الحد ده اللي بيعمل حاجة ممكن يكون الحد ده مين اللي ممكن اجيب اسمه بشكل مباشر كده النون ممكن يكون نون اس بشكل مباشر ممكن اجيب برو نون اشيل اسمه وحط حد يحل مكانه ضمير يحل محله يبقى الفاعل ده إما هيكون نون يعني اسم او برو نون يعني ضمير نون اسم او برو نون ضمير طب الاسم ده يعني اسم مين ممكن اسمي انا مثلا احمد اه يا حبيبي ممكن يكون اسمك يبقى ممكن يكون نيم نيم يعني اسم الشخص اسم انسان احمد ايا اسيل اه مونة اسم انسان طيب ممكن يكون اسم شيء اه ممكن اقول مثلا my book كتابي او book كتاب ممكن اقول pin ممكن اقول car يبقى اسم شيء وكمان ممكن يكون اولاد animal اسم حيوان اقول مثلا cat horse cow يبقى ممكن يكون اسم حيوان طيب ممكن يكون هنا دي شيء ودي حيوان طيب ممكن يكون place اسم مكان اه طبعا ممكن اقول school مدرسة ممكن اقول اسوان مدينة مكان اسمه اسوان يبقى ده الاسم بشكل مباشر كده طيب انا مش عايزة اقول الاسم يا مومي انا عايزة اقول حاجة تانية غير الاسم يعني بدل ما اقول احمد مش عايزة اقول احمد خالص خلاص احنا ممكن نشيل احمد ده نقول هو ممكن نشيل الاروة نقول هي ممكن نشيل القطة cat نقول عليها it يعني البروناوينز البروناوينز دول هم مين هم كلمات بتحل محل الاسماء الحقيقية بتاعت الاشخاص ودي اول حاجة لازم نحفظها ونحفظها الاولادنا اللي هي ايه يا مس اللي هي البروناوينز اللي هم مين البروناوينز او نقول عليهم subject بروناوينز ضمائر الفاعل اللي هم ايه يا مس ضمائر الفاعل اللي قلنا عليهم كلمات صغيرة بنشيل الاسماء ونحطهم مكانهم بدل ما انا بقول احمد لا اقول هو بدل ما اقول مروى لا اقول هي بدل ما اقول القطة لا اقول كلمة كده من هتخدمها لغير العاقل طيب دولا بقى اول خطوة حفظ ومهمة جدا في تأسيس الجرامر نبدأ بيهم انا لما حب اتكلم عن نفسي يا حبيبي اقول ايه اقول اي اي انا اي 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 الطيب اللي بعدها بقى اسمها ايه انا مش عايزة اقول ايه فأنا نضع مكانU هي هي هو هي هو هو هي طيب مش عايزة اقول شَزَا فهتم مكانها شي شي هي هي شي شي هي may hasih طيب مش عايزة قول القطة أو الكتاب, مش عايزة قول الشنطة أي حاجة مش إنسان مفردة هقول عليها إت إت غير العاقل غير العاقل للي مش إنسان يبقى إت لأي حاجة مش إنسان بس مفرد يبقى إت بنشاور بيها على أي حد مش إنسان بس لازم يكون مفرد طيب بعد كده عايز أتكلم عننا كلنا أنا وبابي ومامي واخواتي هقول وي نحن وي نحن نحن وي وي نحن نحن وي طيب عايز أتكلم عن أصحابي اللي في المدرسة وأنا جيت خلاص البيت بكلم مامتي عنهم اسمهم إيه؟ زي زي هم وهم زي طيب لو عايز أتكلم عن الأقلام بتاعتي أو الكتب بتاعتي ممكن أقول عليهم زي برضو؟ ها يعني زي دي تنفع ضمير الجمح للعاقل وكمان لغير العاقل يبقى زي ضمير الجمح للجمع العاقل أو غير عاقل طيب آخر حاجة بقى عايز أكلمك أنت أو أنتي أو أنتو هقول عليكم يو يعني أنت أو أنتي لو أنا بكلم بس اتنين أو أنتي أو أنتم للجمع أنت أو أنتي أو أنتم وهم دول السبع ضمائر أجب حاجة كده ممكن أرسم له بنوتا وقل البنوتا دي بتتكلم عن نفسها هي بتشاور على نفسها هتقول على نفسها هي ولا آي لا طبعا هتقول على نفسها يا مامي آي أنا طيب تمام الولد دا بيشاور على بابا أهو بيقول على بابا هي ولا شي هي هي طيب هنا الولد دا بيشاور على أصحابه هيقول عليهم ات لأ إنت قلنا بتاعت حاجة من إنسان واحدة بس هيقول عليهم زي طيب الولد ده بيشاور للبنت دي وبيكلمها وعايز يقول لها انتي هيقول لها وي ولا يو لأ طبعا يو طيب يا مسلا انا جيب الكتاب ده منين مش مشكلة مش عايزين الكتاب ده خالص انا هعمل كده الابني اهو مونة يلا دي اسمها مونة احط مكان مونة ايه احط مكان هاشي طيب هاني هحط مكان هاني ايه هحط مكانه هي من خلاص ابني علمت الفوناتكس وبيعرف يقرأ هيقرأ لدي مونة ويقرأ لدي هاني صح طيب اكات اطة احط مكانها ايه ات طيب الناحية دي لو قلت لك انا اي انت يعني واخدناها برضو هنكون واخدناها في الكلمات الكلمات اللي بتتكرر معانا كتير اي اند مونة انا ومونة هنقول علينا ايه انا ومونة هنبقى احنا الاتنين مع بعض ويه طيب علي انت نادا عايز اتكلم عن علي وناده اقول عليهم ايه هقول عليهم زي طيب ايه لو عايز اتكلم عن ايه بقى تاني عندي مثلا كلمة بوكس كتب هقول عليهم ايه الكتب جمعه وغير عاقل يبقى زي برضو يبقى الجمع العاقل زي والجمع الغير العاقل زي ودي كانت اول خطوة هاعرفها الابني في تأسيس الجرامر بعد طبعا ما هاعرفه مين هو الانسان ده اللي هو انا وانت واي بني ادم يعني والسينج الحاجات اللي هي الغير عاقل والانيمال دي اي اانيمال اي حاجة الكات الدج الفيش اي اانيمال والبليس اي مكان مدرستنا بيتنا الحديقة بس وبعد كده لو شلنا الاسم نفسه هحط عنده مكانه ضمير هكمل لكم ان شاء الله سلسلة جرامر بس عملوا شير للفيديو وكمنتات حلوة كتير منكم عشان ان شاء الله نكمل مع بعض باقي تأسيس الجرامر